موسيقى سؤال هذا الأسبوع منقابور في بودابست لدي شركة صغيرة لإنتاج اللعب في المجر سمعته بضرورة وضع علامة سيئي عليها كيف أستطيع أن أحصل على هذه العلامة؟ العديد من المنتوجات المصنعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وخارجها يجب أن تحمل علامة سيئي لتسويقها داخل هذا الفضاء الذي يضم دول الاتحاد الأوروبي وأسلند والإختنشتاين والنرويج هذه العلامة تعد دليلاً على أن المنتوج قد تم تقييمه وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة أولاً على الشركة المصنعة أن تحدد متطلبات الاتحاد الأوروبي للمنتج تفاصيل هذه المتطلبات موجودة في المبادئ التوجيهية أو اللوائح التي تغطي المنتوجات أو القطاعات المختلفة كلعب الأطفال مثلاً الخطوة الثانية على المصنع أن يتحمل مسؤولية التحقق من أن المنتوج لب متطلبات التشريعات الأوروبية بالإضافة إلى تقدير المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذا المنتج والإبلاغ عنها توفرت المعايير الأوروبية في المنتج فإنه سيكون متوافقاً مع المتطلبات المنصوصة عليها في اللوائح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي استخدام هذه المعايير ليست إلزامية هناك حلول تقنية أخرى لإثبات امتثال المنتج للنموذج الأوروبي في بعض الحالات هناك جهات محددة تسمى مؤسسات الإختار هي المسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتج للمعايير ويجب اللجوء إليها لتقديم الوثائق التقنية منها تقييم المخاطر وفقاً لتخطيط الاتحاد الأوروبي أما الخطوة الأخيرة للمصنعين فهي وضع علامة سيئي على المنتج واضحة وسهلة القراءة ولا تمحى أنتم أيضاً اطرحوا سؤالكم على موقعنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي